اهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية والبداية كالمعتاد بعد الفاصل البداية مع صحيفة القدس العربي وقال للكاتب امير المفرجي ويقول ما يميز انتفاضة العراق البلد الغني بثرواته وحضارته والاشد بطالة وعوز لمواطنيه هو وضوح اسبابها وسط اهدافها الوطنية من خلال اعلانها الثورة على النظام الطائفي وفضح فساده الناتج من هيمنة الاحزاب التي جاءت من ايران والغرب على حقوقهم وثرواتهم حيث شكلت اولوية قيام الجماهير الثائرة في ساحة التحرير في مدينة بغداد وباقي مدن العراق بادانة وفضح سياسة الاحزاب الحاكمة التي جاءت من دول الجوار وباقي بقاع العالم شكلت دليل واضحا على طبيعة هويتها الوطنية العراقية واستقلاليتها عن اي نفوذ خارجي او حزبي ما يعطي لهذا الحدث المهم بعدا وطنيا مشابها للبعد الوطني لثورة العشرين اذا اخذنا بعين الاعتبار حجم امتداد هذه الانتفاضة الوطنية وتوسعها في اتجاه اغلبية مدن العراق انطلاقا من العاصمة بغداد وعلى الرغم من ان اهم هذه الاسباب او هذه الاحتجاجات التي يعيشها العراقيون هذه الايام يكمن تفسيرها من خلال تدهور الحالة الاجتماعية للمواطن العراقي بيد ان استمرارها وارتباطها بالاغلبية بات يشكل عطافة مهمة وتحولا سياسيا ومجتمعيا في طبيعة تطور اهداف المعارضة الشعبية لتتحول في النهاية الى انتفاضة وطنية بكل ما تعنيه الكلمة من الواضح تميز علاقات هذه الاقطاب الاقليمية والعالمية بالعراق بخصوصيتها وكونها تمثل علاقات دعم الانظمة السياسية العالمية والاقليمية للنظام السياسي الطائفي العراقي وليس كونها علاقات هذه الدول مع من يمثل الشعب العراقي اذا ما اخذنا بعين الاعتبار طبيعة الدعم الغربي والاقليمي لممثلي العملية السياسية ويمثل هذا الدعم زيارات رؤساء الدول المؤثرة في العالم المتكررة لبغداد على الرغم من رفض اغلبية العراقيين لشرعية النظام الطائفي في العراق من خلال الانتفاضة التشرينية العابرة للطوائف التي ازالت ورقة التوت وكشفت حقيقة عدم تمثيله لمصالح اغلبية المجتمع وضبابية انعكاس الصورة التي يمثلها النظام السياسي في سياساته الداخلية التي ترجمها صراع الاحزاف في البرلمان والطريقة قمعه للمتظاهرين حيث كان للنظام الجديد الذي رسمته القوى الخارجية الدور الكبير في صناعة واجهة سياسية قائمة على المحاصصة الطائفية لنظام غريب وعجيب مرقع بمكونات واحزاب هزيلة ومختلفة فيما بينها يقول الكاتب عبداللطيف السعدون في مقالة نشرته صحيفة العرب الجديد في ذاكرتنا ملاحظة لافتة للسفير الامريكي المخضرم راين كروكر الذي خدم في العراق قبل عقل سجل فيها اسرار الايرانيين وتصميمهم على ابقاء حروبهم على العراق مشتعلة يقول كروكر ان قاسم سليماني المسؤول عن الملف العراقي في حينها لم يكن يريد انهاء الحرب الا فوق الاراضي العراقية ويخطط دائما لاستخدام القوة في سبيل تحقيق هذا الهدف ومن ضمن خططه توظيف الحرس الثوري والميليشيات التي انشأها في العراق في ادامة ذلك ولا يبدو في ملاحظة كروكر هذا قدر من المبالغة والتعسف في الحكم خصوصا وان القادة الايرانيين لا يفتأون ويكررون في مناسبة او من دون مناسبة انهم يعتبرون بغداد احدى عواصم امبراطوريتهم يخلطهم شعور مريض بالهيمنة والتفوق الزائف ويضيف الكاتب هذا كله ليس غريبا على ايران لكن الغريب ان حكام العراق اليوم يتصرفون تصرف العبيد مع اسيادهم ولا يعتبرون بما مضى وما اكثر العبار واقل الاعتبار تبدو كل الوقائع كأنها حلقات في مسلسل يضم مشاهدة راجيدية وكوميدية بالغة الدلالة والوضوح وفي تضاعفها يظهر الاستخفاف الايراني بالعراق ومحاولة استفزاز شعبه وتروضه على القبول بواقع حال شاذ سعتل تكريسه على مدى الاعوام العشرين الاخيرة ربما ثأر من الجرح الذي الحقه العراقيون بها في حرب السنوات الثمان ذلك الجرح الذي اقترن باجبار الخميني على تجرع كأس السم وغير غائب عن البال ان سلوكها هذا غير معزول عن مجمل استراتيجيتها التي تعتبر العراق رأس الرمح في مشروعها الامبراطوري في المنطقة وهو امر لا يخفيه المسؤولون انفسهم ولانها تدرك تماما ان العراق بلد جامح وجار يصعب ترويضه وهو عصي على من يحاول اخضاعه تعمد الى استغلال اي ظرف متاح لها لكسر ارادته ومامن سجل حافل بتدخلاتها في الشأن العراقي وعدم اهتمامها بروابط الجوار والدين والتاريخ المشترك وحتى في عدم توفر النية الصادقة لديها في تطبيع علاقاتها مع العراق وتجاوز ما سببته الحرب من اثار والسعي الى اقامة سلام دائم وهذا ما رصده باحثون ودبلوماسيون نشرت مجلة فورين فوليسي مقالة للزميل في شبكة السياسات الفلسطينية طارق الشواء قال فيه اذا المعلومات مفتوحة المصدر التي يشار اليها عادة استخبارات المصادر المفتوحة احدثت من سوريا الى اوكرانيا ثورة في تدفق المعلومات العالمية خلال اوقات النزاع ولفت الشواء في مقاله انه من خلال تجميع المحتوى المتاح للجماهير مثل صور الاقمار الاصطناعية ومقاطع الفيديو الخاصة بالهواتف المحمولة ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي يقوم حلل المصادر المفتوحة بتبديد ضباب الحرب وكشف ونشر المعلومات الاستخبارية النقدية التي كانت تحتكرها سلطات الدول واضاف انه مع انخفاض الثقة في وسائل العلام والمؤسسات الحكومية على نطاق واسع فان المعلومات مفتوحة المصدر تكون فعالة بشكل خاص لانه ينظر اليها كمصدر موضوعي للمعلومات وغالبا ما يثق بها الجمهور ومع طبيعة او مع ذلك على الرغم من الطبيعة الديمقراطية المتأصلة لهذه التقنيات فان فوائد استخبارات المصادر المفتوحة لا تؤثر على الجميع على قدم المساواة وبالنسبة للفلسطينيين على وجه الخصوص تعتبر المعلومات مفتوحة المصدر سيفا بأحدين تقدم OSINT للفلسطينيين ادوات مخفضة التكلفة ويمكن الوصول اليها نسبيا لجمع ونشر معلومات قيمة حول الصراع في منطقتهم مما قد يؤدي الى كشف جرائم الحرب او انتهاكات حقوق الانسان التي قد لا تنقلها او تسكت عنها المنافذ الدولية للاعلام من ناحية اخرى وجد الفلسطينيون انفسهم غير قادرين على المشاركة بشكل كامل في ثورة OSINT مقيدين بالاحتلال الرقمي الاسرائيلي المشدد ويغطي على صوتهم محللون اسرائيليون يعتمدون على مصادر المعلومات المفتوحة لم يثبتوا حيادا او شفافية من خلال التعتيم على جرائم الحرب الاسرائيلية وتأجيج الروايات التي تشوه حقيقة الاحتلال الاسرائيلي حولت اسرائيل معلومات المصادر المفتوحة من اداة موضوعية الى اداة تشويه وفق الشواهد هذا النوع من الاغفال تدخين بعض القصص التي لم يتم التحقق منها مع تجاهل بعض القصص التي تم التحقق منها يشير الى اتجاه اوسع بين محللي اس ان تي الاسرائيليين او المؤيدين لاسرائيل للعمل كقنوات غير انتقادية لروايات الجيش الاسرائيلي في الواقع تبيض جرائم الحرب الاسرائيلية نشر موقع الامريكي مقالا حول مفهوم الحرب الباردة الجديدة التي تقودها الولايات المتحدة ضد الصين وروسيا والمخاطر التي قد تتسبب بها وتطلق الاستاذ في جامعة الاستخبارات الوطنية الامريكية جوش كيربل في مقاله الى مفهوم الحرب الباردة الجديدة حيث قال لا شيء يثير معلقي الامن القومي اكثر من الحرب او التهديد بها وعليه فالغزو الروسي لاوكرانيا والتهديدات الصين المتعلقة بتايوان خصوصا بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي البلد اثرت دفقا من التعليقات حول ما نراه وماذا يعني للمستقبل واشار الى ان الولايات المتحدة تتعامل مع روسيا بعد غزو اوكرانيا بالطريقة التي تعملنا فيها مع الاتحاد السوفيتي معتبرا ان هذه المقارنات عززت نزعة الصين الحربية حول قوتها العسكرية وميولها ان الحرب الجديدة الثانية الباردة ليست مجرد خطأ بل هي امر خطير مضيفا ان التحديات التي تمثلها روسيا والصين هي شيء اكبر من مجرد القوة العسكرية تضم التحديات مجموعة كاملة من القضايا المعقدة مثل التغيرات المناخية والعولمة والهجرة وامراض الاقتصاد المعدية والمجال المعلوماتي الملوث وانتشار التكنولوجيا وانقطاع سلاسل التوريد والتي تتسيد المجال الاستراتيجي وما يعزز هذا التعقيد هو مناخ معلوماتي يختلف عن مناخ المعلومات وشبكاته في اثناء الحرب الباردة السابقة بحسب كيربل وقبل ثلاثين عاما كان تدفق المعلومات من الاعلى للأسفل حيث ظلت القدرة على نشر المعلومات محدودة وتتولاها الحكومات وشركات الاعلام الكبرى اما اليوم فتكنولوجيا المعلومات تسمح لأي شخص تقريبا وفي اي مكان للبث وتوسيع التأثير وعلى قاعدة ومنظور وسرعة غير متخيلة والنتيجة هي ان مفوما التقليدي عن الهياكل الفئات العالمي والاقليمي والوطني والمحلي والسياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والحرب والسلام وغير ذلك اصبحت متداخلة في الحرب الثانية قالت صحيفة لوفيقارو الفرنسية ان الانقلاب العسكري الذي شهدته بوركينا فاسو يقوض الوجود العسكري الفرنسي في الساحل ويحرج جنود عملية برخان العسكرية الفرنسية مشيرا الى ان انتشار شائعات طوال عطلة نهاية الاسبوع حول دور فرنسا في بوركينا فاسو ونفي باريس اي تورط لها وخاصة الحماية بول هنري عسكري تامبيا في قاعدة فرنسية في واقادوغو غير ان هذه التوضيحات لا تبدد الغموض في وقت تفتح فيه الاضطرابات السياسية في بوركينا فاسو صفحة جديدة من عدم الاستقرار التوضيح ان بوركينا فاسو تحتل مكانة مركزية غير معروفة ضمن ترتبات برخان موضحة انه في حين ان القواعد الرئيسة للعملية الفرنسية لمحاربة الجماعات الجهادية تقع في العاصمة النيجرية نيامي تلعب دورا حاسما في القتال ضد الجماعات المسلحة بمنطقة الساحل وهي المسؤولة عن العديد من العمليات الاكثر خطورة وعبر الانقلابيون يوم الاحد عن رغبتهم في التوجه نحو شركاء اخرين غير فرنسا وان كان الكابتن تراوري اظهر حذرا غداة ذلك في مقابلته مع الاعلامية لكن النفوذ المتزايد لموسكو او المرتزق الروس من مجموعة فاغنر يخلق باريس على الرغم من بعض الاشارات الضعيفة الملحوظة في المظاهرات او على شبكات الاجتماعية لم تراهم هيئة الاركان الفرنسية قبل اسابيع قليلة على تقارب جنود بوركينا فاسو مع رعاة روس مشاهدين والان الى فقلات الكاريكاتير موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة مشاهدين ازال فلندا اخر تماثيل الزعيم السوفيتي الراحل فلاديمير لينين عن اراضيها واقتجمع العشرات في مدينة كوتا جنوب شرق البلاد ومشاهدة تفكيك التمثال النصفي المصنوع من البرونز واحضر البعض الزجاجات الشامبانيا للاحتفال بينما احتج رجل ملوحا بعلم سوفيتي في المكان قبل ان يتم وضع التمثال في مؤخرة شاحنة اخذته بعيدا ووافقت فلندا التي خاضت صراعا داميا ضد الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية على البقاء على الحياد خلال الحرب الباردة مقابل ضمانات من موسكو بعدم غزوها لكن العديد من الفلنديين يعتبرون ان التمثال يمثل حقبة الماضية يجب تركها بعد عقود من الابتعاد عن التحالفات العسكرية وقد تقدمت فلندا بعد غزو موسكو لأوكرانيا بطلب للانضمام الى حلف شمال الاطلسين ما زالت الاكتشافات الاثرية تلقي الضوء على تاريخ فلسطين وتوالي احدثها تاريخية اخرها كنز يحتوي على 44 ليرة ذهبية عمرها 1400 سنة وعلنت سلطات الاثار التابعة للاحتلال في هضبة الجولان السوري عن اكتشاف 44 قطعة نقدية تاريخية مصنوعة من الذهب الخالص داخل محمية بانياس خلال اعمال حفر شهدها الموقع لتحسين البنية التحتية بشبكة الكهرباء وإيصالها لموقع النبي خضر المقدس لطائفة العربية المعروفة ويوضح الباحث في الآثار وليد أطرش ان بعض هذه القطع تحمل اسم القيصر البيزنطي وقد سقت عشية الفتوحات العربية الأموية كما يوضح أطرش ان القطعة الذهبية الواحدة تزن مائة وسبعين غراما وقد عثر على الكنز داخل اساس لجدار النبني من حجارة الرماد خلال الفتح العربي الاسلامي للمنطقة منوها ان المكتشفات توفر صورة للحظة زمانية حساسة ويمكننا تخيل صاحب القطعة الذهبية وهو يخبئها في المكان خوفا عليها نتيجة المعارك الدائرة آملا في أن يعود لاحقا ليستردها ويبدو أنه لم يكن محبوظا والآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف الطب ده طبعا البحر بفيض وبيجيب الطمي وبعد ذاك البحر الفيضان بنتهي وبحصل الجفاف وبعد ذاك بكم الطمي وبعد ذاك إن شاء الله يلغبطوه بالزبل بتاع الفضلات بتاع البحايم ويصبوه في الكوالب ويبقى طوب ويحرقوه ويبقى طوب إن شاء الله أحيانك أنا أحيانك أنا أصاب أفطبي أنا أصاب يصنع أنا أصاب خمس سنة وأنا لقد قمت وأنا ومع ويحاول ونشأت اللغة أصابه ويأخبه 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 بعد ذلك تدوكه حيث يمكن تلقى ثلاث ألب ولا ألفين والله يلمي هندي متوارسة عندنا يعني من جدودنا إما هندي قديمة نسجرها في شركة المعروفين ببهنة الطوب يعني من جدودنا يعني حاجة متوارسة يعني هندي الطوب الأحمر دي عندنا بتبدأ من الطمي من البحر يعني الطينة اللي بيجيبه البحر الطمي وتعلي بتضاف عليها الزبالة بتاعت البقر وياهو العمال شايفون زي ما ينتي شايف بيكسروا الطين بيخلطوه بالزبالة دي وبيشتغلوه يعني مرحلة 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 اللي أقوله مرحلة التخمير يعني بخمروا الطينة بالزبالة وتعليهو بيشتغلوه بالقوالي بالحياة دي ما ينتي شايف انتهت حلقة صد الأقلام لهذا اليوم شكرا لكم على طيب المتابعة ونلقاكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة